اهلا بكم طلب التطالبات الصف الثالث سنة وفي درس جديد من دروس مادة الجيروجيا واللي هنتكلم فيه عن الخواص الفيزيائية للمعادن مقدمة بسيطة الخواص الفيزيائية للمعادن هي الخواص الزهرة التي تسهل ملاحظة العين اليدوية لنتوصل الى تعريف مبدأي للمعادن اي هي بعض الصفات اللي بقدر اشوفها او احددها على المعادن عن طريق البصر او عينيك علشان تقول لي المعادن ده اسمه ايه احد اهم مواجبات الجيروجي في الجبل هو التعرف على المعادن بداية من اماكن وجودها في الحق فانه يستخدم اولا الخواص الزهرة والتي تسهل ملاحظتها في العين اليدوية ليتوصل الى تعريف المعدن مبدئيا يعني بالنظر كده او بالبصر الخواص البصرية اللي بشوفها على المعدن ابتدي احد المعدن دوت واوصفه واقول اسمه مبدئيا بعد كده باكد التعريف دوت عن طريق الطرق المعملية ودي بتتطلب اجهزة وتحليل معقدة وفيما يالي سيتم منكشة سريعة لاهم الخواص الفيزيقية او الفيزيائية المميزة للمعادن والتي يمكن تصنفها الى خواص بصرية بتعتمد على العين وخواص تماسكية بتعتمد على قوة وصلابة وترابط الروابط جوة المعدن وكمان خواص مغناطسية وفي خواص اخرى هنتكلم عنها في اخر الدرس طب ايه هي الخواص البصرية؟ هي خواص تعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء الساقط عليه والمنعكس منه طب ايه هي الخواص ديت؟ فاول صورة هنا الجيلوجي ماسك اللي عينة في الجبل وتارياً بيتعرف عليها من حيث اللون بتاعها هنا بيتعرف عليها من حيث اللون بتاعها والشفافية ولكن تحت الميكروسكوب فهنا الاعتماد بيكون على العين فقط او البصر تعالى ناخد اول خاصية في الخواص البصرية وهي خاصية البريك او اللامعة بتاعت المعدن هي قدرة المعدن على عكس الضوء الساقط عليه فكل ما الضوء بيقدر يعكس الضوء الساقط عليه بكمية اكتر كل ما بلاقي المعدن بتاعك لامع اكتر فبسميها البريك او تعريف تاني ليه هو وصف لمظهر المعدن ازا ساقط عليه الضوء بما يشابه امثلة مألوفة لانا مثل الزهب والنحاس طيب ايه انواع البريك اللي معايا اول بريك معايا هو بريك فلزي ليه مظهر الفلزات طيب لو تفتكر معايا الفلزات دي عبارة عن مجموعة من العناصر موجودة في الجدول الدوري تتميز بخواص معينة منها خاصية ان هي ما بتمررش الضوء اللي ساقط عليها فبالتالي بتبقى قاطمة اللون فبالتالي تقدر تعكس اكبر كمية من الضوء الساقط عليه طيب زي ايه الفلزات دي زي الدهب والنحاس والفضة والبلاتين زي الصورة اللي قدامك اللي انت شايفها دي هتلاقي المعدن بتاعك ما بيعديش الضوء من خلاله يعني مش شفاف ولكن بيقدر يعكس كمية من الضوء الساقط عليه بكمية اعلى فبالتالي بلاقي اللامعة بتاعته كبيرة طيب ايه هي المعادن اللي هي بريك فلزي هي معادن اللي هي مظهر الفلزات بتعكس المعدن او بيعكس المعدن بتاعك الدوق الساقط عليه بدرجة كبيرة جدا فيبدو المعدن ساطعا او لامعا زي مين زي البايرايت والجالينة والدهب طب ايه هو البايرايت البايرايت ده معدن تركيبه الكيميائي او كابريتي للحديد لونه بيبقى شرح الدهب بالزبط ولكن هنعرف بعد كده ازاي نميز مبيلهم الدهب بيسموه الدهب الكازب لان في بعض الحمقة او بيسموه دهب الحمقة او الفولز جول لان في بعض الناس بتلاقي المعدن ده في الجبل فبيفتكروه دهب فبالتالي بيتخدعوا فيه فعلشان كده بيسموه دهب الحمقة يعني اي احمق هيقول عليه انه دهب طيب ايه هو الجالينة الجالينة هو عبارة عن كابريتيد الرصاص وده معدن لونه اسود ولامع جدا وما بيعديش الدوق من خلاله وطبعا بريك وبريك في لزي اخر حاجة هي الدهب وده معدن عنصري يعني بيتكون من عنصر واحد طبعا هي غاني عن التعريف طب تاني نوع معانا من انواع البريك هو البريك اللا في لزي يعني المعادن اللي مش قاطمة اللون يعني تقدر تعدي الدوق من خلالها هي معادن لها بريك لا يشبه بريك الفلزات طيب هيشبه ايه بقى هيشبه حاجات مألوفة بالنسبة لنا اتعودنا عليها في الطبيعة طب زي ايه اول حاجة البريك الزجاجي في معادن الحقيقة بتبقى شفافة اللون زي الكوارتز وده تركيبه كيميائي اي او او تاني معدن هو الكالسايد وده تركيبه كيميائي او كربونات الكالسيوم المعدنين دول الحقيقة بيشبهوا الزجاج شوية تحس ان هم الى حد ما شفافين يقدروا يعد الدوق من اه خلالهم فيبانوا بمظهر الزجاج زي ما انت شايف في الصورة طب تاني معدن معانا تاني معدن معانا هو معدن فلسبار وده تركيبه كيميائي بيكون غني بالبوتاسيوم والالامونيوم والسيليكون والاكسيجن طبعا وفيه نوع تاني من واع فلسبارات بيكون غني بالكالسيوم والسوديوم زي ما هناخد في الباب التالت التفريقة ما بينهم طب اللامعة بتاعتهم بيكون ازاي بتبقى لامعة اللقلق يعني اللقلق اه تفتقي المعايير تاني سينيما لما كان بيجيب لك صدفة بتفتح بقاها كده وفيه كرة في النص ده اللقلق لو تفتكر لونه كده كان لونه تحس ان هو آآ جري شوية بيلمع شوية فتقريبا الى حد ما شبه ده فدايما معدن فلسبار الى حد ما بتكون شبه لمعة اللقلق فاحنا بنحاول نحاول نقربها الحاجات دي تالت معدن معانا هو معدن الماس او الدياموند وتركيبه الكيميائي بيكون عبارة عن زارة كربون الحقيقة من جمال وانكسار الضوء وانعكاسه على سطح الماس وبيدي شكل جميل جدا مقدرش اشبه الماس بحاجة تانية غير الماس فبالتالي بنقول عليه بريق ماسي مجازا علشان الماس هو متفرد من نوعه طيب رابع حاجة معانا بريق ترابي او ارضي بالبلد كده التراب اللي انت بتشوفه في الشارع دوت تحس ان هو حاجة مطفية مالهاش لمعة مبتحكس الدوق عليها فبالتالي في معادن عندي الحقيقة بتدي نفس الشكل زي معدن الكولينايت الكولينايت ده احد معادن الطين اللي تبقى غانية بالبوتاسيوم والالمونيوم والسيليكون والاو اتش والهايدروكسايل جروب او بنسميها اه معادن السيليكات المائية طيب هنا المعدن الحقيقة ما بيعكس الدوق بالدرجة الكافية فبالتالي بيباني ان هو ضل او معتم شبه التراب كده شوية هنا طبعا البريك الماسي وده الصورة بتاعت المعدن المعتم او الترابي اللي ما بيعكس الدوق الكافي ولكن هنا هتباني ان هي الى حد ما لمعة نتيجة بتاعت الباور بوينت مش اكتر ولا اقل لكن لو العينة في ايدك هتباني ان هي عينة زي الطوبة بتاعة الشارع بالزبط مطفية مبتع كس الدوق خالص تحس ان هي ضل بالانجليزي بيقول عليها ضل او مطفية مبتع كس الدوق نهائي. تاني خاصية معانا هي خاصية الشفافية. وهي قدرة المعدن على انفاز الدوق من خلاله. وهي خاصية بيعتمد عليها في التعرف على درجة شفافية المعدن. زي ما قلت لك قبل كده. المعدن لما بيسقط عليه الدوق جزء منه بينعكس طبعا بيباني الكلان ده في البريك. جزء منه بيعدي وبيختارك المعدن ده بيباني فيه الشفافية. طيب اقدر بقى انا اقسم من المعلومة دي اقدر اقسم المعدن بتاعتي على حسب درجة الشفافية بتاعتي. وبالتالي اقدر اميز المعدن بينها وبين بعضها وتعرف عليها واقول ان المعدن ده فلاني فلاني. والمعدن ده فلاني فلاني. بناء على ايه? بناء على الخصائص اللي احنا بندرسها دي. فاول تأسيما معانا معدن شفاف. يمكن الرؤية من خلاله بوضوح. زي المعدن اللي قدامك ده. ده معدن الكلصاية. تقريبا كده انت شايف ايه اللي وراء المعدن? اللي هو السواد والحطة ديات وهكذا. او العمود دوات وهكذا. في معدن تاني الحقيقة شبه شفاف اللي هو ما بيقدرش يعدي الدوق من خلاله بكمية كبيرة. يعني بيعدي كمية متوسطة. فبالتالي بتشوف السورة من خلاله غير واضحة او مشوشة الى حد ما. في معدن الحقيقة ما بيعديش الدوق خالص معدن معطن. زي المعادن الفلزية والمعادن اللي ايها بريك الفلزات ده لا ينفز الدوق من خلالها نهائيا. فبالتالي دي تقدر تميز لك بين المعادن وبعض ديها شوية بسيط. تالت خاصية معانا في الخواص البصرية اللي بتعتمد على عنيك هي اللون. طيب يعتمد لون المعدن بقى على ايه? على طول الموجات الضوئية التي تنعكس منه. وبالتالي بتعطي الاحساس باللون. يعني ايه الكلام ده بقى? هو احنا ليه بنشوف الحاجات بالالوان ديات? لو انا معايا مسلا اي جسم انا شايفه باللون اللحمر. الدوق الابيض اللي ساكت عليه دوت اساسا بيتكون من سبع الوان زي ما احنا عارفين من اول اللحمر لحد الايه? لحد اللازرق. اللحمر ده ليه طول موجة طبعا عالي انما اللازرق ده طول الموجة بيكون طيب. الحقيقة ان المعدن دوت او الجسم اللي باين باللون اللحمر دوت هيمتص جميع جميع الامواج الضوئية او الاطوال الموجية مع عدل اللحمر. اللحمر بس هو اللي هيعكسه وهو اللي بيوصل لعينيك فبالتالي بتشوفه باللحمر. طب باقي الالوان ديت او باقي الاطوال الموجية ديت هو امتصها. فلزلك اللون بتاعك بيعتمد على طول الموجات الضوئية. وانت طبعا عارف يعني ايه طول موجة? المسافة بين ايه? كمتين متتاليين او قاعين متتاليين. فبالتالي اللون اللون هيعتمد على مين? هيعتمد على نوع نوع الطول الموجة اللي ايه? اللي وصل لعينيك. النمى البريق هيعتمد على كمية الاشعة المنعكسة. الشفافية هتعتمد على كمية الاشعة اللي بتعدي. لون المعدن بتاعك هو اكتر الصفات الواضحة في المعدن. دي حقيقة? اول حقيقة بتشوفها مش محتاجة ايه كلام. ولكن اهميتها قليلة نسبيا. هي مهمة. ولكن اهميتها قليلة. في التعرف على المعادن. طب ليه بقى دوت. وجدوا ان في بعض المعادن او غالبية المعادن. لونها الحقيقة بيختلف شوية. ليه? لان تركيبها الكيميائي بيحصل في بعض التغيرات البسيطة. البسيطة في الحدود المسموحة. ليه? لان لو التغيير الكيميائي اختلف تماما هيبقى معدن جديد. طيب. يبقى التغيير الكيميائي بتاعك او التغيير في تركيب الكيميائي بسيط دوت الحقيقة بيكون ما بيأصلش على الترتيب الزري للمعادن او التركيب البلوري. طيب. او ساعات بيحتوي على بعض الشوائب. زي ايه? زي بعض شوائب الحديد. بعض شوائب المنجنيز. وهكزا. فده بيغير من لون المعادن بتاعك. فبالتاني يقسمونك المعادن لجزئين? اول جزء معادن الوانها سبتة. فبيسموها حقيقية او متأصلة. الحقيقة ان المعادن بتاعك استحال اللون بتاعه تغيير. زي مين? قال لك زي الكابريت اللي هو السالفر. تبتركيبه الكيميائي ايه? تركيبه الكيميائي اس. اللون بيكون اصفر. زي السورة الواضحة قدامك دي. زي مين تاني? زي معدن بيسموه معدن الملاكايت. الملاكايت ده تركيبه الكيميائي عبارة عن كبر او نحاس كربونات او سي او سري واو اتش. بيسموه كربونات النحاس المائية. بيبقى لونه الحقيقة اخدر زي ما موضح في الصورة ديت ولي لمعة جميلة جدا. عشان كده كانوا بيستخدموه زي ما انت خدت في الدرس الاول كانوا بيستخدموه في الحلية والزينة زمان. طيب تاني نوع معانا او تاني جزء معانا قال لك لقى معادن طبعا دي الغالبية. معادن زاته الوان متغيرة. زي ايه بقى? قال لك زي معدن اسمه كوارتز او ساني اوكسيدي السيليكون. بيوجد في الوان متعددة. تعالوا نشوف الكلام ده. قال لك اول لون الوردي. اللي هو الروز. اللي هو الاحمر الخفيف. طب ده لوجود ايه? لوجود شوايب من المانجانيز. زي اللون اللي انت شايفو ده. ده كوارتز. ولكن غني ببعض الشوايب اللي هي من المانجانيز طبعا فبيخلي اللون بتاعه مختلف. تاني نوع معانا البنفسيجي او بيسموه او الجامشت. ده نتيجة وجود شوايب من اكسيدي الحديد. فهيديك لون بنفسيجي زي اللي انت شايفو ده. شايف كوارتز جميل جدا. ولكن لونه متغير بسيط للون الايه البنفسيجي. ولكن هو هو كوارتز. طب ترت لون قال لك لون زي الحليب ابيض جدا. لوجود شوايب من فقاعات غازية كثيرة. اثناء تكونه الحقيقة كانت البيئة غنية بالايه? بالفقاعات الغازية. فدخلت في التكون بتاعه. فخليته بالشكل اللي انت شايفو ده? ابيض جدا. مش شفاف. ده ابيض بحف. طب تعالى بقى نشوف اللون الرابع. اللون الرابع لون الدخان او اللون اللي سود البسيط. طب ده نتيجة ايه? نتيجة تكوينه كان قريب لمنطقة حصل فيه انفجارات اشعاعية فكسرت بعض الروابط فيه. فخلقته بالشكل ده. ده كوارتز برضو. بس لونه مدخن بسيط كده. طب تعالى بقى نشوف اللون الاصلي. الاصلي بتاع الكوارتز. لون الاصلي بتاع الكوارتز شفاف. نقي. لا لونة لا. عشان كده يسموه بالبلور الصخري. زي الشكل اللي قدامك ده. الشكل ده الحقيقة شفافة. ده اللون الاصلي بتاع المعدن. لما تخش فيه اي شواب بتغير في ايه? في اللون بتاعه. لذلك صفة اللون من الصفة مهمة. ليه? لان بعض المعادن الوانة تتغير عادي جدا. فبالتالي انا لواخد دايما ان الكوارتز هلاقيه في الجبل باللون الشفاف ابي انا مخطئ. ابي مش جلوجي شاطئ. انما لو انا عارف بقى ان هو الوانة تتغير خلاص. تاني مثال معانا على المعادن اللي الوانة هتتغير معدن اسمه الاسفالي رايت. اسفالي رايت. او كابريتيد الزينك. المعدن ده الحقيقة لونه اصفر شفاف. بيتحول للون البني لما يحصل احلال واستبدال ما بين حاجتين. ما بين عنصر الزينك او الخرصين. وعنصر الحديد. فلما يخش الحديد ويخرج الزينك ولكن بكميات محدودة يبتدي يتحول للون البني. طيب لو حصل تحول تام تام لكل الزينك اللي موجود. ودخل الحديد هيبقى معدن مختلف. ده اللون بتاع الاسفالي رايت ولكن قبل التحول بيبقى لونه عسلي كده بسيط او اصفر شفاف. اول ما يخش الحديد مكان الزينك بكميات معقولة او كميات قولة يبتدي يتحول للون البني. رابع خاصية معانا برضو بتعتمد على العين هي خاصية بسموها المخدش. طب يعني ايه مخدش? هو لون مسحوق المعدن الذي نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة من خزف غير مزكور. طب ايه هو الخزف? الخزف دوت عامل زي المج. المج الصيني. عامل زي حوض الحمام. ده خزف. آآ بيجيبوا حتة من الخزف بيكسروا حتة صغيرة كده او حتة سيراميك بتاعت الحمام مسلا او المطبخ. بيجيبوا حتة كده صغيرة من الخزف دوت او السيراميك دوت. ويجيبوا المعدن بتاعك. وبعد كده يمسكوا المعدن في ايديهم. ويبتدوا يكحتوه جامد على السطح بتاع الخزف ده. فلما يكحتوا المعدن يبتدي يطلع البودرة بتاعته. اكني بطحن المعدن بالبلد كده. ولكن بطريقة معينة جيرو جي. فالبودرة دي بيبقى لها لون معين. احيانا وجدوا بقى ان احيانا بعض المعادن لونها بيختلف عن لون مسحوقها. او لون البودرة بتاعتها. زي معدن اللي في الصورة ده. المعدن ده لون سود. بص كده لون مسحوق بتاعه عاملت زي? الخدوش اللي هو سايبة او البودرة اللي هو سايبة على ايه يتخدوش? لون عبوني. فاكتشفوا بعد كده ان المخدش ده هو اهم اهم الخواص في التعرف على المعدن. اهم من اللون ذات نفسه. ليه? لان لون المخدش سابت. لا يتغير بتغير لون المعدن. طب بالبلد كده مش احنا قلنا ان فيه كوارتز لونه وردي ولونه بنفسيجي ولونه ابيض وكلام ده كله? اه. ولكن لون مخدش الكوارتز في كل الالوان دي كلها واحد. اللي هو اللون البيض. وهكزا. تبتعا ناخد امثلة. معدن مثلا زي الهم طيب. هلاقي ليه برضو لون رماضي غامق ولون احمر. تبتعا نشوف مخدشه كده دايما بيكون احمر. يبقى دي حاجة دايما. انما دي حاجة متغيرة. طب بالتالي لون المخدش بتاعك هو الاهم. طب مثال تاني. انا قلت لك من شوية اللي هو عبارة عن اللي بيسموه دهب الحمقى. وسعب بيسموه اللي هو الدهب الكازم. الاسمين بيطلقوا عليه. لونه زهبي. فعلا. ممكن اقول عليه دهب. طب ازاي بنا انا جلوجي متخصص افرقوا ما بينه بين الدهب. عن الراجل اللي رايح ايه يكسر في الجبل كده وخلاص ويدور على دهب. هات المعدن بتاعك وحطه على لوح خزف واخدشه. هتلاقي مخدش دائما بيكون سوي. عكس الدهب. الدهب دايما بيكون مخدشه زي لونه بالزبط. بيكون دهبي. وعكزا بقى خلاص انت فهمت الفكرة الكوارتز زو الوان متعددة. طب مخدشه هيكون ايه? هيكون ابيض. يبقى ازا المقدش بتاعك اهميته اكبر بكتير قوي من اللون وكمان من البريق ومن الشفافية كمان. خمس خاصية معنا وهي خاصية جميلة جدا بتميز المعدن النفيسة او الغالية. هي خاصية عرض الالوان. طب ايه خاصية عرض الالوان ديت? هي عبارة عن تغير لون المعدن مع حركة المعدن امام عين الانسان في الاتجاهات المختلفة. وتوجد في بعض الاحجار الكريمة التي تستغل للزينة. طب قبل ما نقول للمثال بتاعنا يعني ايه الكلام ده? يعني في بعض المعدن الحقيقة وانت شايفها كده بتديك لون معين. اول ما تحركها بيديك كده لكنك مسكها بيديك وعملت جيبها يمين مشمال او كلفها كده اه في حركة دورانية. هتلاقيها بتدي الوان اه مختلفة. زي مين مسلا? زي الماس. الماس ده الحقيقة ليه قدرة هائلة على تفرقة شعاع الضوء الساقط عليه وانكساره الحقيقة لالوان مختلفة. لذا الاحمر والبنفسيجي وكزا. فبيدي بريد جميل جدا ولمعة جميلة جدا بيسموها عرض الالوان. زي ايه? العينة اللي انت شايفها قدامك دي. ده دي احد العينات الجميلة. ده في عينات اجمل من كده. طب في معدن تاني اه معدن القبال. احنا قولنا الماس خلي بالك انه بيتكون من كربون. طب القبال ده بيتكون من ايه? بيتكون من السا اي او تو ساني بسود السيليكون برده. قال له ده شبه الكوارتز. اه? وشبه السوان. اه? الاختلاف فيه بقى? الاختلاف في التركيب الدلوري. طب القبال ده بيتميز بي بيتميز بخاصية بيسموها خاصية اللقلقة. ودي خاصية موجودة في عين الهر. حيث بيتموج بريق المعدن زي النسيج الاليافي باختلاف النظر ايه? طب يعني ايه بقى الكلام ده? الحقيقة اللقلقة ديت ان هي المعدن بتاعك بيكون بيضوي. وبيلمع. وبالوان مختلفة. ووجدوا او بيشبهوا طبعا الكلام ده باقرب حاجة موجودة لنا وجدوها في عين القطة. هتلاقي كده ان عين القطة الحقيقة بساعات لما بتيجي القطة. دي عينها هيت. تقريبا بالشكل ده يعني. او طبعا لما بيكون الدوق نسبته قليلة. بتبعي بالشكل ده. ده لو الدوق نسبته قليلة في الضلمة. ده لو في الايه? في الوقت العادي حاجة زي كده. بتلاحز ان القطة مجرد ان هي تلف عينها يمين او شمال. في لون بيختلف. الوان بتنكسر بطريقة غريبة جدا. فتلاقيها تظهر باللون اللي اخدر بسيط على اللون اللي احمر شوية على الحاجات الجميلة دي. فشبهوا معدن القبال دوت بعين القطة. اللي باين في الصورة الجميلة دي. طب ايه نسيجي الاليافي? اللييف ديت او الياف ديت اللي هي حاجات فوق بعضها عاملة كده. زي عين القطة بالزبط. فعشان كده لما تيجي انت تبص القطة من يمين او الشمال بتلاقي لونها صعب بيختلف لون العين بتاعها بيختلف. او هي تبص لك يمين وشمال تلاقي ايه? اللون بتاعها بيختلف. طب بص كده الالوان الجميلة بتاعت القبال ديت. تحس ان هي قريبة قريبة الى حد ما. ده كمان صنعوا منها غويش. وحلي. للايه? للزينة. وعملوا منها ضوافر. وهكزا. طب ايه هي الخواص التماسكية? هي خواص يمكن التعرف عليها من تماسك المعدن وصلاته والتي تعتمد على قوة ونوع الروابط بالمعدن. يعني بتعتمد على قوة وصلابة المعدن بتاعها. طب زي ايه مثلا? اول حاجة بيسموها الصلابة او الهاردنس وليست الصلابة. الصلابة يعني التماسك او ان هو صلند. انما الصلابة هنا بقى ليها معنى تاني في الجيروجيا. هي درجة مقاومة المعدن بتاعك للخدش او البري. بمعنى لو تفتكروا حتة السراميك او الخزف اللي خدناها في جزئية المغدش وانها هنجيب المعدن ونحكه على حتة السراميك ديت او حتة الخزف ديت ونشوف المغدش بتاعه. طب افرد ان المعدن ده قوي جدا. هياخدش الايه? هياخدش السراميك ازاة نفسها. مش هو اللي هيتخدش. طب لو هو ضعيف هو اللي هيتخدش وهو اللي هيتطلع على الجدرة بتاعته. فالقصية دي بنسميها السلالة. اللي هي مقاومته للخدش. طب هل بس حتة السراميك دي هي تخدشه او هو يخدشها او كلام ده كله? لا. ده في حاجات تانية تقدر يتخدشه او هو ايغدش حاجات تانية. طب تعالي نشوف الكلام بشكل ايه? اوضح. طيب. ازاي احدد السرادة ديت? قال لك هنقدر نحددها نسبيا من حيس الاكسر سرادة للاقل سرادة. وطبعا جابوا بعد كده علشان يعينوا السرادة ديت. جابوا مجموعة من المعادن. وابتدوا يحطوا لكل معدن فيهم رقم معين. الرقم ده الحقيقة رقم عاددي جدا. بيعبر عن السرادة بتاعة المعادن. تب مين اللي عمل كده? والعالم اللي عمل الكلام دوت هو اسمه مورس. جاب عشر معادن اساسية من اول واحد لحد عشرة. ورتبهم بالترتيب المنطقي جدا. التصاعدي. كل معدن فيهم ليه سرادة معينة. يقدر بالسرادة بتاعته ديت يخدش المعادن اللي قابله. وما يقدرش يخدش المعادن اللي بعده. تب تعالي ناخد معدن التلك. التلك دوت ما يقدرش يخدش اللي بعده. ولكن اي حاجة قابله او كيمتها في الصرادة اقل منه يقدر يخدشها. طب صرادته كام? صرادته واحد. ودي صورة صغيرة تعبر عنه يعني. طب بعد كده الجبس. ده احد المعادن برضو. اللي صرادتها اتنين. تقدر تخدش التلك وما تقدرش تخدش الكلسايت. بمعنى لو انا جبت حتة التلك وحتة جبس. وجيت حكيت الاتنين ببعض. من اللي هيسيب تعويرة على التاني? هيسيب خدشة على التاني. هيسيب حفرة على التاني. الجبس هو اللي هيسيب حفرة على التلك. انما الجبس ازا النفسو مش هيتقصة مش هيحصل له حاجة. وصل الفكرة العامة زي ما تجيب ايدك وتجيب حتة موس او ازازة. وتيجي كل معدن ليه سلاده معينة فمنها اقدر احدد اسم المعدن ده. فبالتالي اقدر اتعرف على المعدن ده. طيب بعد كده جدنا معدن ده سلادته كانت تلاتة. معدن ده معدن سلاده اربعة. الابطايت خمسة. القورسوكليز الستة. الكورت السبعة. التوباز تمانية. الكوراندم تسعة. والماس هو اعلى سلاده. واعلى جمال فيهم واعلى قيمة فيهم. الحتة الصغيرة او الفصل الصغير ممكن ينصل لستين الف دولار تقريبا. تتيجي للسلادة الجميلة بتاعته وكمان لونه الجميلة. طيب احنا معنا الوقت هنعرف اكتر المعدن ديت. وهنعرف تركيبها الكيميائي لان هنتعرض لها في باب السخور. طيب ازاي اعين سلادة المعدن في الحقل او المعمل? الحقيقة ان كون انك يكون معاك اه عشر حتة من المعدن اللي احنا ذكرناهم من شوية دول دي عملية صعبة جدا. يعني حاجة زي التلكة ممكن تلاقيه. حاجة زي الجبس ممكن تجيبه. الكلسايت ممكن يكون معاك. الفلورايت احتمال صغير. بس حاجة زي الماس. انا بقولك الفص منه بيقصر ستين الف دولار. فبالتالي صعب يكون معاك. طب ايه الوسائل التانية ان نقدر بيها احدد اه سلادة المعدن بتاعك? اختروا حاجة اه الى حد ما كويسة سموها باقلام السلادة. طب ايه هي اقلام السلادة ديات? ابتدوا يعملوا بعض السلايك اللي سلادتها قريبة جدا للمعدن دية. وحطوها على شكل اقلام زي ما انت شايف كده. كل قلم منهم تقريبا ليه طرفين? طرف ليه سلادة معينة والطرف التاني ليه سلادة معينة زي ما انت شايف اهو. شايف ده كده? وهو ده كده. بس برضو الاقلمة ديت الى حد ما غالية شوية مش اي حد يقدر يجبه. فابتدوا بعد كده يشوفوا صلادة بعض الاشياء حوالينا قريبة جدا لصلادة المعدن دية. ومنها اقدر اتعرف على المعدن بكل سهولة لان الاشياء ديت انا اقدر ايه? اقدر اجيبها. طب زي ايه? زي زفر الانسان. ما فيش حد في الدنيا ما عندوش دفر. صلادة الدفر ده عبارة عن ايه? عبارة عن اتنين ونص. يعني يقدر يخدش معدن التلك والجبس. لان التلك واحد والجبس اتنين. بس ما يقدرش يخدش معدن الايه? الكل سايت اللي صالاته تلاتة. طب حاجة تانية العملة النحاسية. فيش دولة في الدنيا ما عندهاش كوينز. فبالتالي بالنص جنيه بتاعك او بالجنيه بتاعك اللي معاك دوت صالاته قسان كام? تلاتة ونص? تقدر تستغلها في التعرف على المعادن. طيب يقدر يخدش ايه العملة النحاسية دي? تقدر تخدش التلك والجبس والكل سايت. فبالتالي ما تقدرش تخدش مين? عشان هي تلاتة ونص? تقدرش تخدش مين? الفولورايت لانه اربعة. فمنها مثل الحاجات دي كلها اقدر ايه? اتعرف بطريقة بسيطة جدا على المعادن. طيب حاجة تالتة. زي نصل السكين مسلا او حيط الازاز. طيب الصلاة بتاعتهم خمسة ونص. تقدش طبعا التلك والجبس والكل سايت والفولورايت والابطايت الحاجات دي كلها. هنا نصل السكين ومبيخدش المعادن. اخر حاجة طبعا موجودة برضو في بيوتنا هي لوح المغدش اللي هي حتة السراميك او حتة الخزف او المج اللي انت بتشرب تشرب فيه الشاي كل يوم. سلاته كام? سلاته ستة ونص. خلاص. انا لو بشرب الشاي في الجبل ومعايا مج بتاع الخزفي. فممكن اعد اخدش الايه? المعادن عليه? واشوف المعادن اللي لايتخدش. المعادن اللي لايتخدش اكيد هيكون سلاته اقل من ستة ونص. فاكيد واحد من الايه? واحد من الستة دول. طيب لو ما اتخدش المعادن اكيد سلاته اعلى. واحد من دول. وهكزا. ملحوظة اغلبية المعادن الشايعة في الطبيعة سلاتتها اقل من ستة ونص. فبالتالي سهل ان انا استخدم الاربع حاجات دول. لان باقي المعادن اللي سلاتتها اكتر من ستة ونص. دي صعب جدا اصلا ايه? تلاقيها. او مش من السهولة انك تلاقيها في الجبل. طب ايه هي اهمية الصلاة? الحقيقة ان اهمية الصلاة مش بس عشان نتعرف على المعادن ويقول المعادن ده اسم محمد والمعادن ده اسم حسين وهكزا. لا. هي بتستخدم كمان في التمييز ما بين الاحجار الكريمة الطبيعية الاصلية غالية السمن وما بين احجار الزينة المقلدة صناعيا. اللي بتتكون طبعا من مواد زجاجية او اكسيد الامونيوم وهكزا. ازاي بقى الكلام دوت? الحقيقة ان المعادن الكريمة الغالية جدا ديت. الوانها بتبقى جزابة جدا. وما بتنخدش بسهولة. زي مين? زي الماس صلاته عشرة. انما الماس المقلد اللي بيتكون من مواد زجاجية وكلام ده كله. انا قلت لك حتة الزجاج صلاتتها كم? خمسة ونص. خلاص. هتبقى صلاتتها زي صلاتة حتة الازاز. فلو انا معاك رستلاية. واحد بيقول ان هي ماس. وانا عايز اتاكد هي ماس بالفعل? او دايمند بالفعل? ولا حتة ازاز? على شكل بلورة? او كريستلاية? بكل دي عملية نظر. لو ما تخدش ويبقى كلير. زي ما هو ما حصلش اي حاجة. ولكن اللي تخدش معايا هو لوح المخدش ازا دايمند بالفعل او ماس لان صلاته بتبقى عشرة. فلذلك اغلبية المعادن الكريمة صلاتتها بتكون فوق السبعة ونص. انما الحاجات الزينة المكلضة لاي كلام بتبقى اقل من ستة. اقدر اتعرف عليها بلوح المخدش بسهولة جدا. طب الخاصية التانية اللي بتعتمد على تماسك وكوة الروابط بتاعت المعدن خاصية بسيطة جدا بنقول عليها الانفصام. او الكليفتج بالانجليزي. طب هي عبارة عن ايه? عبارة عن قابلية المعدن للتشكك او الانفصال على طول امتداد مستويات ضعيفة الترابط نسبيا. ينتج عنها اسطح ملساء عند كسر المعدن او الضغط عليه. يعني ايه الكلام ده? الحقيقة ان المعدن بتاعتك ممكن تتكون من اكتر من نوع من الروابط. طب انت خدت في الكيميا ان الروابط انواع زي الروابط تساهمية اللي هي كوفيلان. روابط ايونية اللي هي الايونيك. روابط فلزية اللي هي المتالك. طيب. مين الروابط دول او مين في الروابط دول قوي جدا او متماسك جدا? هي الروابطة الكوفيلان او روابطة تساهمية. طب مين في الروابط دول اللي بتكون الروابط فيه ضعيفة جدا? عبارة عن روابط الكتروستاتيك. سهل تنفصل. او انجزاب كهربائي. هي الروابطة الايونية. عبارة عن بوستفتشارج. بيجي يلزق. جنب نيجاتفتشارج. وما فيش ما بينهم اي حاجة غير ان هي روابطة كهربية. شحنة كهربية. بيجزقوا في بعض وخلاص. انها مرتبة تساهمية عبارة عن مشاركة بالالكتروستاتيك بين وبين بعضهم. فبالتالي تبقى رابط قوي. الحقيقة ان المعدن بتاعم بتكون من جميع الانواع. خصوصا التساهمية والايونية. وجود الايونية في المعادل بيخلق مستويات ضعف. مستويات خفيفة كده زي خط ايه? كسر بسيط قوي كده زي الشعراية مستوية كده. وطبعا علشان المستويات ديت او الروابط ديت بتبقى منتظمة في آآ ترتيب زري هندسي منتظم زي ما اخدت في التركيب باللوري. فبتبقى المستويات دي الحقيقة على مسافات متبعدة ومتساوية وفي اتجاهات محددة. لو انا جيت بالشاكوش بتاعي جيت كسرت المعدن او خبطته خطة خفيفة المعدن بتاعك يقدر ينفصل على المستويات دي بكل ايه? بكل سهولة. طب ايه انواع بقى الانفصام ده. الحقيقة ان فيه مستويات او فيه روابط ايونية موجودة على حيات مستويات في اتجاه واحد وفيه روابط ايونية موجودة فاكثر من اتجاه. طب اللي موجودة في اتجاه واحد قالك معدن المايكة. طب معدن المايكة ده المستويات الضعيفة بتاعته موجودة ازاي? موجودة في اتجاه واحد موازل القاعدة فبيسموه بالانفصام الصفائحي الجايد. لانه لما اجا نضرب بالشاكوش زي السورة اللي قدامك دي. شايف كده? انا شايف زي خطوط ضعف كده افقية اهية. هنرسم لك المعدن زي الصورة دي بالزبط كده. هتلاقي مستوىات عاملة كده. كل المستوىات الضعف اللي انت شايفها ديت او الكسور الخفيفة ديت هي عبارة عن رابط ايونية مترتبة على اي موازية للقاعدة. طيب لو انا جيت خبطت بالشاكوش بتاعي خبطة بسيطة في الحدة دي كده. هلاقي الشيت ديت او كل شيت منها انفصلت انفصال بسيط فدتك اشرة. بص كده عالشكل ده. اشرة. الاشرة دي كانت في يوم الايام على دي. بيسموا الاشرة دي بالصفائح او الاسم بتاعها او اللاملة. او الرقائق. الرفيعة طبعا لانك اكيد شايف السمك بتاعها رفيع جدا. فالانفصام هي الحقيقة واخد اتجاه واحد ايه اول اتجاه افك. افيش اكتر من اتجاه. طيب. معدن تاني برضو فيه خاصية الانفصام في اتجاه واحد معدن الجرافايت. وده تركيبه اه الكيميائي عبارة عن كربون. المايك هنعرفها في باب التالي بتركيبة كيميائي بالتفصيل. طب انفصام الجرافايت عامل ازاي? انفصام برضو في اتجاه واحد موازي للقاعدة. ولكن علشان ما بتنفصلش على اي لملة زي كده او ركائج زي كده بسميها بانفصام قاعدة. فيكون الانفصام في اتجاه موازن لقاعدة البلورة. فمش هقدر اشيله على اي صفائح زي المايكة. يبقى كده دول لو في اتجاه واحد. الماسكوفيت ده نوع من انواع المايكة. طب لو في اكتر من اتجاه بقى. اللي هو هلاقي افقي? ولاقي كمان رأسي? يا سلام بقى لو رأسي في اكسر من اتجاه وهو وهكزا. هيديجي الاشكال اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي. لو في اكتر من اتجاه زي التلات رسومات الاخار دول هلاقي ان بعض المعادن فيها انفصام ولكن في اكسر من مستوى. فيمكن وصفها اوصف المعدن ده بالتحديد على حسب عدد المستويات والزيارة بينها. ازاي? فلاقي ان بعض المعادن فيها انفصام بيسموه بالانفصام المكعب. يعني ايه? يعني انفصام في كزا مستوى زي ده كده. تقريبا تلات مستويات واحد افكة هوت. واتنين وتلاتة رأسيين. المستويات ده مستوى ضعيفة. فاقدر ما بينها كده اهو زي ما انت شايف كده. اشيل حتة من المعدن وتبقى على شكل مكعب. تبقى عاملة كده. فلما اجا اكسر المعدن بتاعك هلاقيه شكل ايه? شكل كيوب. فسمي الانفصام ده من انفصام مكعبي. طب زي معدن مين? زي معدن الهلايت اللي قدامك ده. هلاقي فيه مستويات ضعيفة ايه. واحد افكة واحد تاني رأسي اهو. واحد تالت رأسي اهو. الله طب اكسر كده اضرب ضربة شاكوش بسيطة كده. هتلاقي الحتة دي كلها ايه? اهيه. انفصلت طبعا على شكل ايه? مكعب. وزي معدن الجلينة. اهو. شايف انا انفصامات عاملة كده. وانفصامات عاملة كده. وانفصامات افقية. كما تجي تشيل كده حتة ايه? اهي. بالشكل ده. انا ماشي على المستويات. فلما اجا اضرب المعدن واكسره. هلاقي عبارة عن ايه? مكعب. فانفصام مكعب. معدن الكلسايت مسلا. الكلسايت برضو تلات مستويات. الانفصام بيسمون فصام معيني. طب ده نتيجة ايه? شايف التلات مستويات اللي هنا دول? بيديك كده. حط ايد فوق وايد تحت. ومشي اليد اللي فوق كده. ومشي اليد اللي تحت كده. لكنك بتعمل او قص. هتلاقي بقيت بالشكل ده. ده الشكل النهائي. تحس ان المستويات مالت الى حد ما ميل بسيط. نتيجة الميل البسيط دوت لما جاكسر المعدن واخد منه حتة. هلاقي المعدن بتاعك ما بقاش بقى مكعب بالشكل ده. لا. هتلاقي البوس ده بقى عامل كده والبوس ده بقى عامل كده اللي هو الشكل المعيني. نعم. تبقى على شكل ايه? معين. فمعدن الكلسايت الحقيقة بيتميز برضو بالخاصية دي. وهنا شكل توضيحي للكلام ده. معادن الحقيقة ما بيزهرش فيها اي انفصام زي الكوارتز. طب ليه الكلام ده لان الكوارتز الحقيقة كل الروابط بتاعته روابط تساهمية. يعني كلها روابط قوية جدا. لا تظهر فيها اي انفصام. لان الانفصام شرط ان يحدث فيه الروابط الايونية. ولزلك الكوارتز بيتميز بالكيميكال والفيزيكال العالية جدا. فبالتاني ما بيتأثرش بالتجوية الكيميائية والميكانيكية بسهولة زي ما هناخد في الباب الخامس. احنا كده بقى هنبدأ في الخاص السهلة اللي مش محتاجة كلام كتير. اول خاصية منهم المكسر. ولكن هي التالتة بالنسبة للخاص السكية كلها. طب ايه المكسر ده? من اسمه. عبارة عن شكل السطح النادج من كسر المعدن باي شكوش باي حاجة مترقة اي حاجة. في مستوى غير مستويات الانفصام. يعني اكسر المعدن بتاعي واضرب بالشكوش بتاعي ولكن اضرب بعيد عن مستويات الانفصام اللي احنا ايه? شفناها في الصور اللي فاتت. واشوف السطح اللي ينتج عن الازاي. فيدي الحقيقة شكل. معين بسميها اشكال المكسر. طب شكل المكسر ده عبارة عن ايه? شكل بعيد عن شكل مستويات الانفصام. اللي بالك. الشكوش لما ضربته في المعدن اتع الهلاية المرة اللي فاتت ادك مكعب. ده الشكل الناتج بالانفصام. انما دور على حتة في المعدن ما يكونش فيها واضح جدا للانفصام. واضرب فيها. وشوف الشكل اللي ينتج. فلو بعض الاشكال بتزهر زي الشكل المحاري. زي الصورة اللي قدامك دي. ايه المحاري ده? انت طبعا عارف فوتانا سينما. زي ما احنا قلنا قبل كده. خلاص. بتديك او في اه المحار او الصدفة صدفتين. وانت بتبص على اللقلق جوه. لا خد صدفة منهم. اللقلق كان هنا. خد صدفة من دول وبص جواها. لما تبص جواها هتلاقي الشكل ده. ده اللقلق. ده المحار. اللي هو الكائن اللي بينتج اللقلق. طيب نتيجة الخطوط ديت. شبه المكسر لما باج اضرب على بعض المعادن. شبه المكسر ده سموها بالمحار. انا بقى قرب الجراجي دي تقريب للطبيعة مش اكتر ولا اقالي. طب موجودة فين الكلام ده? موجودة في معدن. الكوارتز والصوار اللي هم عبارة عن معادن قوية جدا. طب فيه مكسر تاني اسمه مكسر الخشن. اجا اكسر المعدن بتاعي بالشاكوش الاقي السطح الخارجي بتاعه تحس ان هو بارس كده عامل كده نتوءات. خشن جدا خلاص يبقى غير منتظم السطح. سهلا. مكسر مسنن. زي غلبية المعادن. اجا اضرب بالشاكوش بتاعي. الاقي المعدن بتاعك بص عامل ازاي? عامل حواف حدا. بروز. حاجات كلها عاملة كده. عاملة زي الشزايا. طب الكلام ده مهم في ايه? بعض الدول الحقيقة علشان تعمل كونابل اكسر تدميرا بتستخدم معادن لما بتجي تتعرض الضغط الشديد بتتكسر وتتفتت على هاي حتة صغيرة مسننة بيسموها الشزايا. فبالتالي الكمبيلة مش بس هتموت الكمبيلة هتبقى اكسر ازيا. ليه? لان لما تنفجر المعدن دي هتبقى تتفتت على اية شزايا واتطير لمسافة ابعدة تبقى تخش في ايه? اجسام الجنود وتبقى تعمل لهم اضرار بعد كده. رابعة خاصية معانا هي القابلية للسحب والطرق وطبعا انت عارف الكرام ده بكل بساطة من مادة العلوم. وتي خاصية بتعبر عن مدى سهولة او امكانية تشكيل المعدن بالطرق والسحب الى رقائق او اسلاك زي الدهب والفدة والنحاز دي معادن طبعا ايه? قبل ان انا اه اشكلها واعمل منها سلوك الكهربا. اعمل منها الحلي زي الدهب والفدة طبعا سلوك الكهربا بتخش في النحاز. وفي معادن تانية لأ ما بتكونش قبلة ايه? للسحب والطرق. وبنقول عليها معادن قابلة للكسر. او المغبط عليها تتفتت. عادة المعادن القبلة للسحب والطرق بتكون معادن فيها رابط فلزية عكس المعادن الاخرى. دي صورة طبعا للدهب ودي صورة للفدة ودي صورة لمعدن النحاس. طيب بعض الخواص الاخرى ملاش علاقة بتماسك المعدن ولا لها علاقة بالخواص البصرية للمعدن او الدوق اللي ساقط على المعدن والكلام ده كله. طيب ايه اول خاصية فيهم? الوزن النوعي. طب يعني ايه الوزن النوعي? الكسفة النسبية. يعني ايه الكسفة النسبية? هي النسبة بين كتلة المعدن الى كتلة نفس الحجم من المعدن ولكن من المية. يعني اجيب مسلا تلاتة كيلو جرام معدن بالنسبة لايه? لنفس الحجم من حتة المعدن ديت ولكن من المية. واشوف وزن المية ايه? واسم ده على ده يديني الوزن النوعي. فلاقي بعض المعادن الحقيقة بتكون خفيفة. معادن بيكون متوسطة. معادن بيكون تقيلة. زي الجلينا مسلا. اللي هو عبارة عن كابريتيدي الرصاص. وزنه النوعي كانت سبعة ونص. ولكن معدن الدعب لا. وزنه نوعي تسعتاشر وتراتة من عشر. يبقى كده اقدر تفرق بين المعادن وبعضها عن طريق الخاصية دي. طب خاصية تانية تفرق للمعادن عن بعضها. اللي هي المغناطيسية. انا يا معادن بتنجزب للمغناطيس زي الماجنتايت والهيماطاية. وقلنا قبل كده تركيبه الكيمياء عامل ازاي? ومعادن اللي هي تنجزب للمغناطيس. خلاص. يبقى انا ايه? لو انا معايا معدنين لونه مسوينت. هقدر افرق بينهم وبين بعضهم واقول مين الماجنتايت? ومين مثلا الجلينا اللي هو مسوين برضو. عن طريق ان انا اجيب حتة مغناطيس. احطاها على المعدن. ايه انجزبت? ماجنتايت. ما انجزبتش? يبقى ايه? يبقى جلينا. تالت حاجة معنا الخواص الحرارية. ودي بتعتمد على قابلية المعدن للانسهار. فلاقي معادن الحقيقة درجة انسهارها بتكون منخفضة. يعني تنسهر عن درجة حرارة قليلة. ومعادن تانية ما بتنسهرش اللي عند درجات حرارة عالية جدا. فبتكون درجة الانسهار بتاعتها مرتفعة جدا. فبالتالي اوه درجة فرق بين المعادن وبين بعضها. معدن بينسهر عن درجة حرارة قليلة. انما دوت بينسهر عن درجة حرارة اعلى. بالرغم انه ممكن يتشابه في خواص اخرى. طب فيه خواص اخرى مساعدة بتبقى لذيذة بالنسبة للجيولوجيين. زي ايه مثلا? زي المزاق. سعب بيجي على الجيولوجي وقت ان هو يضطر ان يدوق العينة بتاعته. او بالبنى دي يحط لسانه عليها. ويشوف لو هي مرة بيبطيق يتعرف عليها ويقول ده المعدن الفلاني. زي ايه مثلا? زي معادن الهاليت. اللي هو عبارة عن طب اللي هو كولورينت. السوديوم اللي انت اخدته قبل كده ده. ده ملح الطعام اساسا. بس ملح الطعام متكون من الطبيعة. لما اجي حط لسانه على المعدن دوت هلاقيه مر جدا. فبالتالي اتعرف على المعدن ده وقول ان هو هاليت. تاني حاجة الحقيقة ملمس المعدن. وملمس المعدن ده موجود في في بعض المعادن زي معدن التلك مسلا. التلك ده اللي بيعملوا منه بدرة التلك. لو انت جيت مسكت بدرة التلك دي بيقديك وفرقتها كده هتحس ان انت اديك بتزفلط. معدن التلك الحقيقة شبه الكلام دو. فلما اجي املس ايدي على المعدن دوت بلاقيه ملمسه صابوني. الاقي ده بتزفلط بسيطة كده. فاول ما اشوف الخاصية دي في المعدن ده اقول على طول ده التلك. المعدن تانية ما فيهاش الخاصية دي. رائحة المعدن. ساعات اشم المعدن. احطه على على مراخيري. الاقي المعدن ريحته اا ريحة مميزة جدا من احد الحاجات. زي ايه مسلا? زي معدن الكابريت. اول ما احطه على مراخير الاقي ريحت الكابريت فمنا بتاعة البيوت. فبالتالي بتعرف على الايه? على المعدن من الريح. واللي هنا نكون وصلنا لنهاية الدرسانة النهاردة واللي اتكلمنا فيه عن الخواص الفيزيكية للمعادن وكيفية التعرف على المعادن في الجبل وفي المعمل. على امل اللقاء في دروس جديدة من دروس مادة الجيولوجيا.